الثامنة صباحاً ومعدنا مع موجز لآن من الأنباء مع دينا شرفت فضليل فيه شكراً لك جمعنا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح سيسي أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم وخلال تفقده أعمال التطوير شدد رئيس السيسي على إقامة أنشطة إثثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائد داعمة للهضبة حفاظاً على أمن المواطنين طالبت الولايات المتحدة روسيا بالتعاون في مبادرة حبوب البحر الأسود وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قالت تسفير الأمريكية لدى المنظمة ليندا توماس جرينفيلد إن ما وصفته بطباطئ روسيا المتعمد في عمليات التفتيش أدى إلى بقاء عشرات السفن المغادرة بينما تنتظر العشرات الأخرى عمليات التفتيش قبل أن يتمكنوا من نقل شحنات الحبوب إلى العالم وأوضحت السفيرة الأمريكية أن هذا التراكم يعني نفقات وتأخيراً إضافياً لملايين الأطنان من الحبوب ومعظمها موجه إلى البلدان النامية أعلن قادنا في المحكمة العليا البرازيلية أنه سيدرك اسم الرئيس السابق جايير بورسونارو في التحقيق المتعلق باقتحامي ونهب مقار السلطة في العاصمة برازيليا في الثامن من يناير الجالي يأتي ذلك بعد أن طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بورسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة وأوضحت النيابة أن بورسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاي ديسمبر يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحردين المعنويين على عمليات التخريب بعد أسبوع من تولي الرئيس اليسري لولا داسيلفا منصبه أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطد لنظام الكمبيوتر لديها الذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية أمر غير مقبول على الإطلاق المجموعة طالبت الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز وديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن إن اللجنة تعتزم إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى كما يسعى المشرعون لتقديم وزير النقل تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر انضمت ولاية كينتاكي الأكثر من أشينا ولاية أمريكية في حض تطبيق تيك توك على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكترونية وقالت الولاية إنها تحدثت تدليل الموظفين الخاص بها لمنع موظف الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق بخلاف أغراض إنفاذ القانون ووقع حاكم ولاتي واسكنونسون ونورث كالورينا أوامر تحضروا تيك توك على الأجهزة الحكومية واتخذت ولايات أوهايو ونيجرسي وأركنسوس إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع اعتذرت رئيسة بيرو دينا بولوراتي عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسبوع الأخيرة وفي كلمة وجهتها إلى الأمة أكدت أنها لن تستقيل من منصبها هذا وأدت احتجاجات على مدى أسابيع إلى مقتل 42 شخصا على الأقل منذ أوائل ديسمبر عندما تمت الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاستيو وأحتجازه بعد محاولته حل الكونغرس بشكل غير قانوني ورياضيا استهل منتخب مصر مشوار في بطلة كأس العالم لكرة اليد بالتحقق الانتصار تاريخي على حساب كرواتيا بنتيجة 31-22 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسة الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطلة العالم لكرة اليد المقامة في دولتين بولندا والسويد وبذلك يحصد منتخب مصر والنقضتين في ضربة البداية بمونديال اليد ليتصدى للمجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية التي انتصرت هي الأخرى على المغرب بنتيجة 28-27 ختم مجد الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر